الانتقالية وأيضا سرعة ردة الفعل الدكتور سعود رشودي رئيس نادي التعاون مع مراسلنا عبدالله بطي دائما النقد الإيجابي يعني بالعكس يطربنا أكثر من المديح لأنه إحنا هذا يحفزنا للعمل وتقديم الصورة اللي تليق في جمهور التعاون قبل أن تكلم عن القادم بما يخص الدوري وآسيا أسألك عن التعاقدات من اللي يختار اللاعبين والله يشوف في عملية مشاركة بين الجهاز الفني وبين لجنة فنية وبين يعني مكونة من مجموعة أشخاص بالإضافة إلى الجهاز الفني لا فيه ما فيه اختيارات عشوائية كلها اختيارات تكون فيها قرار جماعي ليس هناك قرار فردي نهائيا آسيا والجدولة ما بين الدوري وآسيا كيف تتعاملهم معها في المرات القادمة والله يشوف انت عامل معها في كل المرات على حدة الجهاز الفني أكيد وضع خطة كاملة لعملية ممعد المرات الاسترجاع والاستشفاء وخلافه عندنا مجموعة كاملة 25 لاعب كلهم بإذن الله تعالى متى محتاجهم الفريق هم جاهزين يعطيهم العافية أبارك لهم على هذا الفوز وبإذن الله تعالى زي ما قلت لك احنا ناخذ كل مبارات على حدة كل بطولة على حدة واليوم نفرح وبعدها نفكر في المبارات القادمة التي هي ضد الخالدية البحريني سؤال آخر دكتور لماذا التعاون دائما يعيد اكتشاف النجوم بيئة التعاون اللي تعطي كل واحد يعني ما يستحقه توفير كل ما يعطي اللاعب الفرصة إلى أنه بس يقدم كرة القدم في الجانب الآخر النادي يعني يعطي كل حقوقك كل ما